السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو اليوم أجبت لكم المتوام هذا المطلوب الألجيريان التراديسيوني المعروف و قديم و ندروه في حال من مناسبة كما العرس على بلكم يعني كم الكثير من الناس يدروه في العرس المتوام و يجبنين و نحبوه كامل و قبل ما أبدأ لكم العرسات حبيت نقول كلمة برك يعطيكم الصحة بزاف بزاف على الكومنتار اللي كتبتوهم لي في ستاتوت عكي الحق 200 ميل أبوني كانوا بزاف دي كومنتار شابين دي زانكوراجمون يعني فريمون فرحت بزاف ما كش كفاش واحد يقرأ هاتلي كومنتار و مايفرحش و مايكملش يدير دي فيديو يعطيكم دي رسات من قلبو ما نطووش عليكم ما يبدأ في فلاجات تعلمتوهم هنا سمحولي في البداية عميتها أنا حسبت لي كنت نفيلمي و أنا كنت مازالما بها ما بديتش نفيلمي هنا كنت درت فيونضاشي عندي 200 غرام فيونضاشي مشي حاجة مش هندير بزاف درت له شوية ملح شوية في الفلكحل شوية كمون ما نكتروش بزاف بسك في يعني قرصة قرصة بسك في فلاصوس هنزيدو تاني كليزي بيس درتاني كمغرفات على شابلور كبيرة مغرفة كبيرة كبيرة تعزيت باش يجو هاد ليبولا تاني يجو طريين تقدور تديرو تاني كحبابد و زيتاني كسناتهم كماشتهم ما نكتروش بزاف تاني كفلاصوس هنديرتهم و نخلطهم ملح و من جهة واحد اخرى نجي نوجد الدرسة و ما نسحق تحبو تديروها في المهرز او في فلاشوار لدي راس كامل يعني نحيت من الوزود سند نديروهم في هذا الاشوار نزيد لهم ثاني كمغرفة صغيرة عملح شوية مع مرة واحد مغرفة صغيرة عفلفل كحل ما تكونش مع مرة ملح و نص مغرفة كمون و 4 مغرفات على قرفة و نديروهم شوية ما باش نقدر الحياة و هنا بيانسور كي جيت نوجد الدرسة هذا الحم اللي كنا خدمناه كنت درته دي بولات صغيرة باش هم بعد نطيبهم في فلاصوس هنا كما رأيكم تشوفون عندي اطنيجرة صغيرة درتها فوق النار النار تكون ناقصان دلها شوية عزيتمشي حاجه حتى زوج مغرفة كونه كبار و مغرفة صغيرة عسمن ما كترش بس كناس تعملت كونتيتي صغيرة ما شا ندير حاجة كبيرة كما رأيكم تشوفون درت زيتمشي حاجه خليه احتوين تسخن ملحة هنا نستخدم هذا الملحة نضع المرسو على الحم برافيرانس يكون الغنمي هو لجبنين و نجعله يتقلل ملحة حتى يترقي المصدره كامل و بعد يترقي واحد عشر دقائق نضع المرسو نضع هذه الدرسة نضع الأمر كامل نضع التقلل ملحة 10 دقائق و اخرى و نرى ملح كما ترى الحمد تبدلت او فرنسي و نرى ملح و نجلب الماء سخون لنمرق لا تمرقوا بثافة و احتماني تطع لكم هذا الحمد هنا انا مرقتين نعطيكم الكل اكساكت و 1.3 مللتر لا يكون سخون و نجعل كل شيء يطيب على نار تكون ناقص يعني لا نزيده لكي يطب الملح هنا انا جهزت 3 أو 4 دقائق و نزيد الحمد استعملت نصف كاس و نعود نغطي عليه و نجعله يزيد يطيب هنا مرما نرى فلاسوس تكون نقصت و اختارتها قليلا و اللحم ينتوشه يكون طاب نجلب هذه الكلب و نضعه و نجعله و نغطيه على نجرة و نجعلهم يطيبوا و لا يدوش بثاف الوقت 11 دقائق و اخرى و يكونوا طابوا و انا سيبون للمتوم تعيره طاب يعني تفيت النار جاء كما يقولوا مجمر يعني كما راكم تشوفون و لا يدوش بثاف و نسقه في تبسي و نرى لكم كيفه شجع ايه فوالا هاوليك كيفه شجع المتوم و ما سقيته و شبحته بشيه تعمى عدنوس يكون مقطع كما راكم تشوفو فيه جاي شاهي و يجي بني بثاف ان شاء الله ريسات تالي يوم تكون عجبتكم اذا عجبتكم تساوش تيرو لي جام تابوني و تاك تيفي و لاك لو شباش يلاحقوكم ميروسات مبقى لغا نقولكم السلام